تقدم متواصل يحرزه الجيش الوطني في جبهة نهم معارك الخميس حققت إنجازات مهمة في طريق استكمال الجيش سيطرته على هذه الجبهة خصوصا من جهات الميسرة فقد تمكن الجيش من تحرير جبال العارضة والجبل الأسود والتب الخضراء وجبل الركاب والفقيه وجربة ملح وبات قريبا من السيطرة على المديد مركز المديرية بعد إحكام السيطرة النارية عليها تتواصل المعارك في جبهة نهم المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي أكد أن المعارك تتواصل في جبهة نهم في ظل تقدم كبير يصنعه أبطال المنطقة العسكرية السابعة بقيادة قائد المنطقة اللواء الروك الناصر الديباني المعارك وفقا للشندقي أسفرت عن مقتل أكثر من سبعة عشر من ميليشيا الإنقلاب وجرح العشرات منهم طيران التحالف العربي أشترك في المعارك موجها ضربات على مواقع وآليات الميليشيا الإنقلابية أسفرت عن تدمير خمسة سيارات وثلاث مدرعات بي أم بي وعدد من العيارات وأمام التقدم المتسارع للجيش الوطني فر مقاتلو الميليشيا باتجاه نقل بن غيلان في ظل مؤشرة عديدة على قرب الحسم العسكري في هذه الجبهة المهمة جدا من الناحية الاستراتيجية كونها تمثل آخر المواقع الحصينة قبل الوصول إلى العاصمة صنعاء وكان الجيش الوطني قد تقدم خلال معارك الأيام الماضية ثلاثين كيلو مترا في ميمنة وقلب وميسرة الجبهة محكما السيطرة في جبهة الميمنة على قرى ضبوع والحنيشة والجميدة والحاج وعصيدة وقطامة وأجزاء من منطقة العظيمة التي تشرف على قريتي الطوق والمعادي إضافة إلى السيطرة على سد ضبوع وواديها والخط الأسفلتي الممتد إليها فيما سيطر الجيش في قلب الجبهة على سد بن بارق وقرية بيت أبو حاتم وبيت أبو علهان في وقت لا تزال فيه المعارك على أشدها إصرار على التقدم وإنجازات بطعم النصر وبقي أن تتحول هذه الإنجازات إلى استراتيجية هدفها الحسم وليس أي شيء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر